في حوار خاص أجرته وكالة بوتنيك الروسية مع رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله الأستاذ أحمد حامد حول المستجدات والتطورات السياسية في اليمن مشيرا إلى أن النية الحقيقية لوقف الحرب هي وقف العدوان قبل كل شيء وعن المفاوضات وما آلت إليه حتى اليوم عن الاضطراب من الاتفاق النهائي أكد أحمد الحامد لوكالة سبوتنيك أن غارات تحالف العدوان ازدادت فهناك أكثر من 60 غارة على جبل واحد ليلة أمس فضلا عن غارات متفرقة على عدد من المناطق اليمنية ومنع دخول معظم الأشياء التي يحتاجها الشعب اليمني ونحن على أعتاب شهر رمضان فالشعب اليمني شعب محاصر وإن كانت هناك نية لوقف الحرب يجب أن تبدأ بإيقاف العدوان أولا ودخول المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن الشعب اليمني وعن سؤال وكالة سبوتنيك للحامد عن إمكانية وجود رغبة حقيقية في إيقاف الحرب خلال شهر رمضان في ظل خروقات العدوان أوضح الحامد نحن في البداية لا نريد حربا هم من شنوا حربا على بلدنا وهم من أفشروا التوصل إلى حلول سياسية وكنا قاب قوسين أو أدنى من الوصول إليها نحن نأمل أن يتوصل الجميع إلى حلول لكن إن كان هناك رغبة أمريكية سعودية باعتبار أن السعودية هي أداة لأمريكا وأمريكا هي من تخطط لشن الحرب على بلادنا إذا كان هناك رغبة بأن تقف الحرب فستجد أن الحرب قد وقفت وعن الزيارة المعلنة لوزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند أمس الأحد تستمر ثلاثة أيام وتشمل دول مجلس التعاون ويتصدرها ملفان رئيسيان هما محاربة تنظيم داعش والأزمة في اليمن وعن إمكانية نجاح هذه الزيارة وتقدم الأمور في المفاوضات أشار الحامد في معرض إجابته هم من أوجدوا داعش والقاعدة والآن يستخدمونها لضرب بلادنا ويتركونها ورقة لإثارة الفوضى ولا يريدون أن يكون هناك حلول حتى ينفذوا أجندتهم وردا على سؤال الوكالة حول الدور البريطاني على المسرح اليمني وعلاقته بأمريكا قال رئيس الهيئة الإعلامية أحمد حامد إن بريطانيا لها دور معروف في اليمن منذ زمن ولها دور كبير خاصة فيما يتعلق بدخول عدن وملابساتها باعتبارهم احتلوا اليمن فترة من الزمن ونأمل من المجتمع الدولي ومن أحرار العالم أن ينقذ اليمن الذي تعرض للحرب دون إرادتهم والمضطر للمواجهة في معركة وجود وكرامة وانتظرنا أكثر من أربعين يوما حتى يعودون إلى رشدهم ولكنه لم يحدث وفيما يخص صراع المصالح بين الرياض وأبوظبي وحقيقة عملها ولمن يعود أكد الحامد في حواره أن السعودية والإمارات ينفذون أجندة أمريكية فقط ولولا توجيهات من أمريكا لم استطاعوا أن يوجهوا طلقة واحدة تجاه اليمن وعن رأي رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله أحمد حامد حول ما نشره الكاتب الصحفي الأمريكي نيكولاس كريستوف في مقال له في صحيفة نيويورك تايمز الذي أشار إلى أن الخطأ الأكبر الذي ارتكبه أوباما هو توفير السلام للسعودية من أجل شن الحرب على اليمن وأن ذلك يورق أمريكا بأعمال قد تكون جرائم حرب بحسب منظمة هيومن رايتس ووش قدم أحمد حامد رأيه حول هذا الموضوع قائلا السعودية ستتحمل مسؤولية كبيرة في المستقبل وأمريكا ورطتها مع شعوب المنطقة السعودية هي أداة أمريكية نفذت حروبا داخل العراق وأفغانستان وسوريا واليمن وليست من مصلحة السعودية استمرارها في استعداء دول المنطقة لأن أمريكا تعدها للضربة الأخيرة في الوقت الذي يتمنى الجميع أن تضرب السعودية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر